هذا البرنامج برعاية مستشفى مسلم التخصصين مساء الخير أعزائي المشاهدين وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك بالدنيا موضوعنا للحلقة اليوم هو موضوع شائع وشائك جدا موضوع شائع لأنه ما في بيت بيخلو منه خلال السنة موضوعنا للحلقة اليوم هو التهابات المسالك البولية ولكن عند الأطفال في خصوصية هون للأطفال لأنه زي ما بنعرف كلنا أنه الأطفال أحيانا ما بيقدروا يعبروا عن ما هو موجود عندهم عشان هيك لازم كلنا نتعلم ونعرف متى ممكن نشك أنه طفلنا ممكن يعاني من التهابات البول رح يكون ضيفنا لليوم هو الدكتور هشام أبو حجلي أخصائي طب الأطفال في مستشفى مسلم اللي بنقول له مساء الخير واللي رح نسأله إحنا وإنتوا جميع الأسئلة ولكن بعد ما نشوف تقرير صغير حول وظائف الجهاز البولي الجهاز البولي للإنسان يتكون من الكليتين والحالبين والمثانة والكلية هي العنصر الأساسي لتنقية جسم الإنسان من السموم والمواد الزائدة من خلال تصفية الدم من هذه السموم وتحويلها إلى بول ومن أهم وظائف الكلا أيضا أنها تحافظ على وجود المواد الهامة للجسم وعدم خروجها منه مثل أملاح الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفات الوحدة الوظيفية الرئيسية في الكليا هي النفرون وهي وحدة التنقية والتصفية في الكليا حيث يتم من خلالها مرور الدم والتخلص من المواد السامة فيه ويتم فيها إعادة وامتصاص المواد الهامة والأملاح للجسم وبالتخلص من المواد السامة يتم تكوين البول والتخلص منه من خلال الحالب والمثانة وتعتبر الكليا وحدة التوازن في جسم الإنسان وأي خلل فيها يؤدي إلى ما يسمى بالفشل الكلوي مساء الخير دكتور ريشام وأهلا وسهلا فيك يسعد مساكم مساء المشاهدين دكتور ريشام يعني قبل ما نبدأ في حلقة اليوم أي موضوع بخص الأطفال دائما بيكون فيه له مميزات عامة يعني لما بنحكي على الأطفال بنحكي عن عدم المقدر عن التعبير عدم المقدر عن عن الانفعال أحيانا عدم المقدر عن أن يوصل لك شو بده هل أنتوا في طب الأطفال يعني يعني إحنا الكبار بنحاول ناخد الهيستوري وناخد كل الأشي العلاقة بالتاريخ المرضي بشكل عام بالأطفال يعني سواء في التهابات البولية أو غيرها هل توجدوا صعوبة فعلا في التعامل مع هذا الموضوع نعم صحيح كلام سليم بداية لكل حالة مرضية خصوصية ويعتمد حسب الفئة العمرية في الأطفال يوجد الفئة العمرية التي نتعامل معها بشكل يومي وباستمرار معظم التشخيص بناء على السيرة الذاتية والوصف السريري والحالة المرضية للطفل بناء على المعطيات والأعراض المرضية التي يشكو منها سبعين إلى خمسة وسبعين بالمائة من التشخيص المرضي يتم عبر أخذ السيرة الذاتية ما هي الأعراض ما هي مدةها الزمنية هل هناك يوجد أعراض أخرى عدا عن الأعراض التي عادة ما نكون نركز عليها وفي التهابات مسالك البولية وهذه السيرة المرضية هل تستسخوها في الأطفال؟ مشكلة أنا أعتقد أن هذه مشكلة عند طبيب الأطفال لأنه يعني بجوز يعني الكبار ويدوب يعرفوا يعبروا عن اللي عندهم فما بالك الصغار نعم صحيح لكن بعد الدراسة بعد أخذ السيرة الذاتية بعد الممارسة الطبية سواء كان في العيادات أو في المستشفيات أصبح من السهل جدا أن نصل إلى التشخيص أو على الأقل أن نحدد ما هو الجهاز المصاب وخصوصا في موضوع التهابات مسالك البولية أو مجرى البول عند الأطفال لأنه له خصوصية ليست سهلة بشكل عام نعم صحيح يعني لو حكينا عن التهاب البول عند الأطفال بشكل عام شو يعني التهاب البول وين بيكون عند الأطفال يعني شو الميزة اللي بتميز التهاب البول ليش إحنا كمان في نفس الوقت بنعطيه أهمية كبيرة من ناحية التشخيص والعلاج التهابات المسالك البولية هي من الأمراض الشائعة والموجودة في مجتمعنا الفلسطيني هناك ما يقارب 2 إلى 3 بالمائة من الأطفال عند الذكور وحوالي 8 إلى 9 بالمائة من الإناث يصابون بالتهاب المسالك البولية في مرحلة الطفولة أي ما قبل البلوغ من المهم جدا أن نشخص التهاب المسالك البولية كون نتعامل مع عضو مهم جدا وفعال وبالدرجة الأولى يرتبط بالكلا والحالبين والمثانا وقناة مجرى البول عدم التشخيص السريري والمخبري قد يؤدي إلى مشاكل متفاقمة في المدى القريب ثم في المدى البعيد وخصوصا بالأطفال عدم التشخيص السليم للتهابات البول والتهاب البول المتكرر قد يؤدي عند الأطفال فيما بعد إلى مشاكل ارتفاع ضغط الدم ثم أعراض بداية فشل كلوي من المهم جدا أن نشخص الحالي سريريا ثم مخبريا ثم تدخل العلاجي بالشكل السليم عادة دكتور هشام يعني لو الطفل أنا يعني كأب أو كأم موجودين في البيت شو العلامات اللي ممكن أنه توحيله أو يخليه شك بأنه هذا الطفل قد يكون فيه عنده التهاب في مجرى البول يعتمد على الفئة العمرية الفئة العمرية من ثلاث شهور إلى سنتين فئة عمرية غير قادرة عن التعبير ولا توجد أعراض كثيرة توحي أن هناك التهاب في مجرى البول لكن من ضمن الأعراض بداية هو الارتفاع الحاد بدرجة الحرارة كون الطفل في الفئة العمرية لغاية سنتين غير قادر عن التعبير يوجد ارتفاع حاد بدرجة الحرارة يوجد هناك مزاز شيء للطفل يوجد عدم رضاعة أو عدم انتظام بالرضاعة يوجد هناك رائحة كريهة للبول عندما تقوم الام بتغيير الفوطة جميع هذه الموطيات تدل أو تشير أن هناك التهاب في مجرى البول ويجب علينا أخذ الحيطة والحذر بالتدخل مخبرياً لتأكد من التهاب مجرى البول هل هذا كان بين سن ثلاثة إلى سنتين؟ عادة من سن ست شهور أو من ثلاثة شهور إلى سنتين هذه الأعراض هي أعراض ما تسمى ذيق أي عمومية غير محددة كون الطفل غير قادر على التعبير نعم بس لما يأتي في حالة مثل لك الطفل عنده حرارة أنتوا بتعملوله أنا أعتقد أنه قد تشك في التهاب البول بس بتعمله أكثر من فحص أي ارتفاع بدرجة الحرارة مر عليه أكثر من 48 ساعة غير واضح المعالم بالدرجة الأولى غير واضح المعالم بمعنى بمعنى لا يوجد أعراض رشوحات التهاب في الحلق والتهاب في الأذن آه يعني غير معروف المصدر نعم تكلام سليم لا يوجد تقيو لا يوجد إسهال نفسه مرتاح لا يوجد أعراض التهاب رئوي فالخطوة الأولى يجب التفكير بها فحص مخبري سواء كان لفحص الدام أو لفحص البول معظم الحالات أو حالات كبيرة جدا يكون عندهم التهاب في مجرى البول عن طريق الفحص المخبري نعم في الفئة العمرية من 6 شهور إلى سنتين نعم برأيك يعني من سن قديش ممكن الالتهاب البولي هذا يصيب الأطفال يعني حديثي الولادة هو مرض شائع ممكن من بداية من 3 شهور لغاية 14 عاما يعني وارد جدا ولكن الفئة العمرية هي مستهدفة اللي فيها العمرية الصغيرة بالعمر 6 شهور إلى غاية سنتين وارد جدا أنه يصاب في التهاب في مجرى البول يعني هل بالضرورة يعني أنا شفتك ركزت على موضوع الحرارة هل بالضرورة أنه يعني التهاب البول دائما أن يكون مصاحب للحرارة يعني ولا ممكن يكون فيه التهاب بول يعني يجي من غير أي حرارة لا لا مستبعد جدا عادة التهاب مجرى البول هو عدوى هو التهاب التهاب بالمعنى أنه يوجد التهاب بكتيري سواء كان في مجرى البول أو في المثاني أو التهاب في الجزء العلوي من مجرى البول في الكليتين لا يوجد التهاب بكتيري بدون ارتفاع بدرجة الحرارة درجة الحرارة هي من الأعراض المهمة ورقم واحد قد تكون في الفئة العمرية من 6 شهور إلى سنتين نعم بعد سنتين بتصير أمور أسهل من سنتين فما فوق يوجد أعراض أهمها ارتفاع درجة الحرارة لكن تصاحبها أعراض أخرى توحي أو تشير أنه التهاب بالمعنى قد يكون شبه واضح بمعنى التكرار استعمال الحمام الذهاب إلى الحمام بفترات متقطعة ألم عند التبول قد يلاحظ قد لاحظ الأم وجود دم في البول ألم في أسفل البطن سواء على الجهة اليمين أو الجهة الشمال هذه كلها أعراض مجتمعة توحي أن هناك التهاب في المسالك البولية نعم دكتور هشام الأسباب التي تؤدي إلى حدوث هذه الالتهابات هل لها علاقة بسلوك الطفل بنظافة الطفل يعني شو الأسباب التي تؤدي إلى تكرار أو حدوث خلينا بداية حدوث هذه الالتهابات السبب الرئيسي أو البكتيري الرئيسي للتهاب مجرى البول لما تعرف إيكولاي البكتيريا إيكولاي هذه المعروفة يعني هذه المعروفة عالميا تقريبا فوق 90% سبب التهاب مجرى البول هي إيكولاي لا يوجد للسلوكيات أي دور في التهاب مجرى البول لكن هناك عدة عوامل وخصوصيات التهاب مجرى البول هو سواء كان عدوى أو التهاب بكتيري ينتقل إما عن طريق الدم أو إما عن طريق الجلد المحيط بالجهاز التنسلي سواء عند الطفل أو عند الذكر أو البنت النقطة الثانية المهمة في الموضوع هو عامل النظافة له دور كبير بمعنى طريقة تنظيف الطفل سواء كان الطريقة المتعرف عليها هي استعمال المحارم المعطرة النقطة الثانية هي طريقة الخاطئة هو طريقة التنظيف من الخلف إلى الأمام من ما يسهل دخول البكتيريا إلى مجرى البول مرة ثانية بس ما عليش دكتور هشام عشان يسمعونا كل المشاهدين الطريقة العلمية الصحيحة هي من الأمام إلى الخلف وليس من الخلف إلى الأمام كون وضع الجهاز التنسلي وقناة مجرى البول عند البنات أصغر من عند الأطفال نعم فسهل جدا تخول البكتيريا عن طريق الجلد ثم صعودها باتجاه مجرى البول ثم إلى المثاني والحالبين والكلي بالإضافة لأن الأطفال أو الكبار حتى نقول دايما أنه لما تتم عملية التنظيف من الخلف إلى الأمام يعني الأوساخ الموجودة والبكتيريا موجودة في منطقة الشرج قد تأتي إلى منطقة المسارك البولية نعم كلام سليم لكنها خصوصية للإناث أكثر من عند الذكور الذكور عادة تحدث عند الأطفال الغير متهرين طور ضروري للحفاظة طور ضروري للحفاظة للحفاظ على النظافة للحفاظ على عدم تجمع البكتيريا حول غشاء الجلد الخارجي مما يسهل دخولها إلى قناة مجرى البول وتؤدي إلى التهاب في المسارك البولية نعم نسبة الإصابة بين الإناث والذكور الأعلى عند الإناث حالة عند الإناث واحد إلى ثلاث أو اثنين إلى أربعة عند الإناث بمعنى أن مريض مصاب في التهاب مجرى البول ذكر قد نجد ثلاث حالات من الإناث وهذا مرتبط في التركيب؟ بالتركيب الفيزيولوجي والوضع الجهاز التناسل الموجود عند البنت نعم نعم طبعا إحنا مشاهدين العزاء بحب مرة تانية أذكر باللي حكاة دكتور هشام معلومة مهمة جدا وإحنا دائما بنحاول نركز على المعلومات المهمة جدا موضوع التهاب المسارك البولية عند الأطفال قد يكون شائع وقد يكون كتير إحنا بسلوكنا الخاطئ إحنا بنزيد من نسبة الالتهابات هاي عند أطفالنا من خلال استعمال الخاطئ لعملية التنظيف في المنطقة هاي فبالتالي لازم تعلم أنه التنظيف لازم يتم من الأمام إلى الخلف وليس بالعكس من الخلف إلى الأمام وطبعا بهيك إحنا بنحافظ أو بنقلل من نسبة الإصابة بالتهابات البول طبعا حابب أذكركم بأنه بإمكانكم التواصل معنا من خلال أرقام هواتفنا اللي تظهر على الشاشة أمامكم أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك دكتور هشام الالتهاب مجرى البول الأطفال يعني صعب أنهم يعبروا وإحنا متفقين بنلاقي صعوبة في أنه نشخص ولكن الأدوات المخبرية هي اللي بتساعدنا قديش بكون هذا يعني قديش هذا منتشر الالتهابات في عنا في المجتمع الفلسطيني وأي وقت برأيك ممكن يكون هل فيه وقت محدد مثلا بالصيف بالشتاء بالربيع ولا هذا مش مرتبط بأي توقيت عادة التهابات مجرى البول هي من الأمراض الشائعة في مجتمعنا الفلسطيني تزداد وطيرتها خلال فسرة الصيف إجمالا لكن بالمجمل العام قد نراها خلال فترة العام كاملة لا يوجد ارتباط وثيق بين تغير الفصول والتهاب المسالك البولية عند الأطفال شمرض شائع ويعتبر رقم أربعة أو خمسة بعد التهابات الأذن والجهاز التنفسي وأمراض الجهاز الهضمي يعتبر الرقم أربعة في مجتمعنا الفلسطيني لا يوجد إحصائية دقيقة كم من الحالات سنويا لكنه شائع ويتردد الأهل والأطفال كثيرا على العيادات المسالك البولية سواء لتشخيص أو لاستكمال الحالات العلاجية المستعصية أو التي تتكرر أكثر من مرة أو مرتين خلال العام ممتاز جدا السؤالي هون هلأ بخصوص بعض التشوهات اللي ممكن تكون موجودة الخلقية أو غير خلقية الموجودة في الجهاز أو في المسالك البولية قديش ممكن هذا يساهم في حدوث أو تكرار حدوث الالتهابات؟ واحد من الأسباب الرئيسية يعني يوجد أسباب خلينا نحكي بالشكل العام هي تتعلق بالنظافة بالرعاية بالمتابعة بتناول السوائل لكن يوجد أسباب خلقية مرتبطة بالمثاني مرتبطة بالحالبين مرتبطة بالجهاز البولي بشكل عام تؤدي إلى تكرار التهابات المسالك البولية وقد تتفاقم أمورها لتتطور إلى بداية عراض فشل كلوي إن لم يتم تشخيصها في الوقت شو أكثر الأمراض اللي موجودة في التشوهات الخلقية اللي إلها علاقة بالالتهابات البول؟ يعني من أكثرها انتشارا ما يعرف ارتداد البول من الحالبين إلى الكلية يوجد هناك بمعنى أن البول اللي عنا بالترتيب هو الكلية تصفي بتنزل من الكلية على الحالبين ثم الحالبين إلى المثاني ثم إلى قناة مزرى البول المثاني هي مجمع أو خزان مصفي للبول يجتبع فيه كل الأوساخ وتتكاثر فيه البكتيريا لكن يوجد حالات مرضية أو خلقية أو التهاب بول متكرر مما يستدعي أن البول يرد يرجع بشكل عكسي من المثاني إلى الحالبين ثم إلى الكلية شيء وسيخ عم بتجيب عليه بتبعثه على شيء نظيف تدريجا تدريجا فمع الوقت ومع العمر فبيصير يخرب هذا وعم بيصير فيه خلل في أداؤه مما يؤدي إلى مشكل في الكلية بحذ ذاتها يعني البول بعد ما يكون الكلية نظفته وفلترت وطلعت هالوسخ اللي هو البول بعود برتد مرتد من المثاني إلى الحالبين رجوعا بالعكس إلى الكلية وهذا بشكل خطر هذا من الأهم الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وفشل كلوي ما بين عمر 14 إلى 16 عاما إذا لم يتم علاجه مبكرا وشو أسباب الارتداد البولي هل فيه شيء واضح من الأسباب الارتداد البولي سببين إما عيب خلقي أو التهاب بول متكرر لم يعالج بالطريقة السليمة فقط لغير هل معقول أنه يعني فيه سؤال جاينا من خلال صفحتنا على الفيسبوك ولا بتقول بتسألنا دكتور بتقول هل من الممكن أن يتم شفاء الطفل من التهابات البول دون اللجوء إلى أخذ المضادات الحيوية أو الأدوية اللازمة لذلك؟ لا طبعا لا التهاب بجر البول هو التهاب بكتيري يشخص عن طريق الأعراض ثم الفحص المخبري اللي هي زراعة البول ثم بناء عليه نقوم بإعطاء المريض الفترة العلاجية اللازمة تستمر من 7 إلى 10 على أيام على الأقل بعد أسبوعين يعيد المريض ويرجع يعمل فحص زراعة بول لتأكد من شفاءه تماما نعم كمان فيه سؤال ماي على الصفحة نائل بيسأله بقول دكتور هشام هل يعني هو عنده طفل عمره 5 سنوات وسنويا يعاني مرتين أو ثلاث مرات من التهابات البول ويشفى في كل مرة ولكن تعادل كرة كل مرة يعني بمعدل ثلاث مرات كل سنة هل هذا يعتبر أنه دخلنا في التهاب مزمن؟ لا بداية إذا تكرر التهاب البول أكثر من مرة أو مرتين أو ثلاث خلال العام بالمجمل إجمالا على ما أعتقد أنه الفترة العلاجية اللي أخذها هي عبارة عن فترة قليلة لا تمتد عن أكثر من سبع أيام لأن الأهل مجرد ما اختفت الأعراض وارتاحت ذهبت الحرارة بروح موقف الدول حالهم بستكملش العلاج النقطة الثانية المهمة لازم يعمل وورك أب أو شغل فحص لوظائف الكلية وصورة ألتراساون تلفزيون للكلية لنتأكد من أعراض ما يكون عند هذا المريض أعراض ارتداد البول على الكلية وإذا كان يوجد هناك أعراض المريض يحتاج إلى صورة ملونة خاصة لارتداد البول على الكلية طيب أنت حكيت لنا دكتور أنه في البداية أنه من أهم أو البكتيريا المسببة اللي هي الإيكولاي في تقريبا 90% طيب العشرة بالمية هذول يوجد أسباب أخرى من أحدهما الأكثر الرقم الثاني بعد الإيكولاي بكتيريا كليبسيلا لكنها أقل شيوعا يوجد بعض الفطريات قد تعمل التهابات في المسالك البولية يعني بالمجمل البكتيريا الوحيدة المسؤولة عن التهاب ومجمل البول هي إيكولاي في أكثر من 90% يلحقها فيما بعد بكتيريا الكليبسيلا نعم معنى أول اتصال أحمد بن جنين مساء الخير يا أحمد ألو أهليين الله يجي معه دكتور بهم مش يعني ممكن يكون سؤال بس مغير على الموضوع شوي تفضل الله يجي معه دكتور في طفل عمر 12 يوم نعم لاحظت نسخة كبيرة على بطنه زائد فيها عند السرّة نقطة دم من جنب شوي نقطة دم عند السرّة خارجية يعني مبين انها دم طب حوالتي مسحة أهام شو صار زاحت شوي راحت شوي نعم ولادة طبيعية ولا قيصرية لا ولا قيصرية بسر نعم شو الأفضل الانتفاخ انتفاخ في البطن في البطن يعني انتفاخ ظهري كتير انتفاخ ظهري كتير في البطن وين في البطن في في أسفل البطن في وسط البطن من السرّة وفوق من السرّة وفوق طب كيف هل الخروج عند الطفل كويس ولا في مشكلة بعملية الإخراج عادي عادي نعم حسب ما حكت أم الخروج عادي الخروج عادي نعم شكرا الله اتصالك وقلب سلامة يا صديقي أحمد أبو يزم الفرعل ومساء الخير أبو يزم يا تكلاف دكتور الله يعافيك يا رب دكتور في عندي طفل عمره أربع سنوات نعم يعني بيستخدم الحمام كتير أسماء المهار نعم حس الغريب في الأمر أنه يعني بالليل برضو بيبولة حاله وظل يحكي لي أنه في عنده وجع بشعرب وجع في مجرى البول عنده نعم حس الغريب في الأمر أنه ريحت البول عنده دكتور كريها جدا 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 يعني قاته طاق طب يعني السؤالي كل اللي أنت حكيته هذا بجوز انتبعنا من أول حلقة صحيح أخدته على طبيب أخدته العام ليش وعلى طول عنده موجود نفس على طول صحيح على طول بس أخدته العام أنا وتبقى أنه عنده دم في البول أثناء الفحص دم في البول صحيح شحطين دم في البول طيب بس بعديها يعني أعطته الدكتور دوا وبس على الفاضي يعني ما زال المشكلة هي وما رجعتش فيه بعد ما رجعتش بس بشير الطبيب أنه بلزم نأخذ يعني عمله فحصات إشي زي هيك شكرا لإتصالك أبو يزن شكرا بالنسبة لسؤال أخونا أحمد دكتور هشام 12 يوم ونفخة في البطن فوق الصرة يعني في العمر هذا فيما يتعلق بين نقطة الدم اللي موجودة حول الصرة على الأغلب تكون لحمية زائدة في منطقة الصرة أو ما تسمى أمبلايك الجرانوروما قد يكون مرات نلاحظ عند تغيير في مشح الدم حولين الصرة يحبث مراجعة طبيبه الخاص مش إشي لكن مش إشي مش إشي ذو قيمة يعني قد تحتاج إلى عملية كوي بسيط جدا وتختفي نعم وبخصوص النفخة الموجودة الانتفاق على عمر 12 يوم له علاقة بشغلتين أساسيات أول إشي عملية الخروج والإشي الثاني هو عملية الرضاعة بمعنى هل يتناول رضاعة طبيعية أم حليب إصطناعي الاثنين يعملين أعراض اللي هي ما يسمى انتفاخ ظاهرة طبيعية جدا تحصل عند معظم حديثي الولادة في عمر من أسبوعين ثم أفوق يعني هو طبيعي أنه يصير عندهم في الفترة هاي اللي هو انفخات نعم صحيح هل بتعلق طب يعني بموضوع ما هو في الأطفال وموضوع متداف بالزبط بركبها موضوع الأم يعني لو كانت تتناول أكل مثلا بنفوخ أو الأم منفوخة أو ما أشبه هل هذا ممكن أنه من خلال الرضاعة أنه ينتقل للطفل كمان إلى حد ما كلام سليم لكن ظاهرة الانفاخ أو المغص أو الغازات مصطلح موجود علمياً وتاريخياً من عمر أسبوع أو أسبوعين لغاية حوالي خمس شهور هاي الظاهرة موجودة وهي الظاهرة غير مرضية تختفي مع العمر ولا تحتاج إلى تدخل علاجي أبو يازن كان بحكي بخصوص ابنه أربع سنين يعني واضح جداً أنه الطفل أبو يازن يعاني من التهاب بول واضح جداً من الأعراض اللي هي وجود تقطيع وجود ألم عند التبول وجود دم في البول يحبذ عمل فحص مخبري فحص بول ثم زراعة بول زراعة البول في حال المتليك أنا برأيي مهمة دكتور هجام مهمة جداً رقم واحد بالخيارات هو زراعة البول رقم اثنين بدام القصة اللي بيحكي عندنا صلى أكثر من عام يحبذ ينشغل على الموضوع من الألف إلى الياء بمعنى من الكلية إلى القناة البول يحتاج إلى فحص بول زراعة بول فحص وظائف الكلية صورة ألترا ساوند للكلية يعني يعني الأعراض اللي بيحكي فيها دكتور هجام واضح يعني واضح جداً يعني يا أبو يازن والمريض عنده بيحكي عنده تبول ليلة لا إرادة وممكن يكون واحد من أهم الأسباب التبول ليلة لا إرادة عدم علاج الانتهاب مجرى البول بالضبط يعني صديقه أبو يازن الدكتور هجام بشكل بسيط بقول لك الحالة بحاجة لمتابعة يعني ما بنفع تترك الطفل بالطريقة هاي لأن المضاعفات لا سمح الله ممكن تكون كبيرة فبالتالي بحاجة إلى فحصات كاملة ابتداء من الكلية وانتهاء بمجرى البول السفلي بحاجة لصور بحاجة لفحص مخبري سواء من خلال زراعة البول وكذلك الفحص البول الأولي والتابع مع الطبيب لأنه إذا حلت المشكلة ابنك رح يتخلص في 90 أو 99% من قصة التبول لإرادة الليلي معنا أي من محمد من تول كريم قاله مساء الخير من محمد يعطيك العافية الله يعافيك يا أختي لا سمحت بحب أسألك يا دكتور أنه عندي التوم ولد بني نعم عمره 11 سنة نعم الولد عندي بتبول لإرادة يعني كونه فترة مش كل يوم يعني فترة وفترة نعم وابطي التلفزيون لو سمحتي وسمعينا من التلفون لو تكرمت البنت عندي بتعندها زي حفر الإخراج عندها ما بتشعر بحالها يعني إلا تعملها عفوا الإخراج بيكون عندها لازم قبل ما توع الحمام لا شعوريا يعني الخروج يعني البول ولا البراز البراز للبدت أما الولد تبول لإرادة يعني نعم وكبير 11 سنة والبنت ما بتشعر حالها ما بتقول لهم هما مش عافينا بتكون عاملتها على حالها نعم 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 إخراج نعم بتحبسها ما معرفشوا السبب وإيها رائحة يعني بتكون كريهة شكراً لإتصالك وقلب سلامة إلهم يا أمي محمد شوضة الدكتور بخصوص الولد 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 نحن نشر سنة التبول الليلي اللا إرادة من أهم الأسباب التبول الليلي اللا إرادة هو التهاب مجرى البول يحبذ عمل فحص بول وزراعة بول هذا واحد اثنين إذا كان لا يوجد عنده التهاب في مجرى البول ماشي يحبذ اتباع الجدول تثقيفي تعليمي داخل البيت بمعنى نعم منحط جدول بياني في البيت منرطب الأيام سابت أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس جمعة منحاول انقلل سوائل مساءا منحاول انصح الطفل بعد ما ينام بساعتين يروح على هلحة معان مكافأة الصفل صباحا بعدم التبويخ يعني وعدم الضرب والتوبيخ نعم نعطيه مكافأة إذا كان ناشف ومنحط الجدول منحط السبت ناشف الأحد مبلول الاثنين ناشف وهكذا إذا طلع معنا أربعة من سبعة ناشف هناك إنجاز كبير جدا ويحبذ انه يستكمل فيه لأنه حسب ما فهمت من حكيها مش كل الليالي ممكن يبول الإجراء العلاجي بمعنى أنه الأهل بيحتاجوا إلى علاج لموضوع التبول الليلي لا إرادي هو آخر سلاح نستخدمه لأنه مجرد ما وقف تناول العلاج بده يرد يرجع بدء على بدء من الجديد بده يرجع يبول نعم فمنشجع منسميه جدول تعليمي تذكير فيه داخل البيت نعم نعم بالنسبة للبنت للبنت عندها عملية الخروج الانفولنت يعني غير ما بكتش حاسي فيها هذا مصطلح يسمى طبييا انكوبريزيس من أهم الأسباب رقم واحد هو مشكلة عند البنت هو عندها مشكلة الإمساك إذا حلت مشكلة الإمساك ما بتصير عندها هاي المشكلة تماما ليش؟ لأنه كل الكولون والأمعاء البراز بيكون موجود فيهم بدرجة مكثفة تفتقر إلى السوائل فبيخرج الجزء اللي موجود بفتحة الشرش بطريقة غير إرادية الدرجة الأولى تغير نظام الأكل تكثر من الخضروات والفواكه تشرب سوائل بكثرة تدرب المريضة تروع الحمام مرة أو مرتين لمدة خمسة أو ست دقائق وتقضي على الإمساك نهائيا تختفي هاي الظاهرة نعم وقالوا في سلامة إلهم مرة تانية معنا كمان مصالح من نابلس مساء الخير أهلي أمي تمثل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الله يعافيك يا أختي بالله لو سمحت أقولك أنه في عنا بنت عمرها ثلث سنين نعم يعني عم مرات بصير معها سخونة ومرات بصير وجع بطنها وبول متقطع فإحنا من يعني من ست شهر أو أكثر أقل شوية أخذناها على الدكتور قالنا عندها فتحة البول كتير صغيرة فأعطانا عدة مرات دهونات ونتهنها تكون أوكي كل شي تمام بس دي خلص الدهون البنت برضو ترجع زي ما تعمل لما أخذتوها أختي مصالح على الطبيب عملها فحص بول عملها صورة تلفزيون لا والله ما أملها ولا فحص بول لا لا ما أملنا هذا بس يعني فحصها داخلي والله وبول فتحة البول كتير صغيرة وأعطوها هذا الكريم والكريم كل ما خلص نجدده يعني جددنا قدث مرات بس ترجع زي ما هي يعني حال زي جنيت مش عارفين شو نعمل لا إحنا رح نقولك لأنه يعني الموضوع واضح جدا وأنا بعتقد أنه زميننا الطبيب كان هل سؤال هل يوجد عندها إفرازات خارجية؟ هل تلاحظ الأم أنه في إفرازات خارجية؟ لا لا ما لاحظنا ما لاحظت هل يوجد حكة من الأمام؟ حكة تحت حول منطقة التبول والمناطق لا لا أمام ما فيه يعني ما بتفوت على الحمام يعني هي ما بتفوتش كثير كمان على الحمام ولما بتفوت بشكل متقطع يعني وبتكون خايفة وهايبة ساعات بتصير عليها حرارة إشنا يعني بالنسبة إنها مش مفهومة يعني بس واضح إنه السبب هذا الإشي ماشي ماشي شكرا لاتصالك مصالح وقال بسلامي ومعنا محمود من السموع مساء الخير محمود دكتور لو سمحت تفضل سؤالك أنا متبرع بكلي نعم وعند الكاردياتيني إرتفع لواحد سلاتع يعني إلي سنة نص متبرع هذه واحدة ثنين عندي البول لونه أصفر مع العلم إن أنا شاعر المرارة طبعا بعدين لما بقوم الصبح من الفلاش بسحة بكون عندي احتقان في البول وألم شديد في أسفل البطن بعد ما بس أفرغ بخف الألام بروح من مرة بعد ما شو صديقي؟ بعد ما بأبوا الصبح الصبح بعد ما بأبوا من النوم بروح الألم هذا بكون ألم بأسفل البطن محمود رجعت طبيبك يا صديقي؟ رجعت عدة مرات نعم كم عمره محمود محمود يعني شاب كبير واضح كم عمرك أخ محمود؟ 54 54 سنة شكرا لاتصالك وإحنا موضوعنا لليوم هو التهابات البول عند الأطفال ولكن راح راح إحنا نتطرق لموضوعك أكيد نعمان من ميثلون مساء الخير يا نعمان؟ نعم سال خير دكتور يسعد مساءك؟ بقول عندي طفل عندي يعني تسع سنوات عمره شايف بيبول على حاله يعني ولا يوم قطع يعني مش عارفين شو نعمل يعني بيبول على حاله بيبول على حاله بالليل ولا بالنهار؟ لا بالليل أشتري شي بالليل ومرات يوم بيشد على حاله بالنهارة وعائلة بول إش بسيط على حاله يعني بنحكش الحمام يعني اللي يلحك على حاله طب يا نعمان عملت له فحوصات لابنك؟ نعم عملت له أي نوع من الفحوصات لابنك؟ عملت له فحوص بول أي شي ليو علاقة بالموضوع؟ لا لا البول ولا بول ولا طبعا نعمان أنت بس الولد يعملها بالليل تاني والصبح بتروح وانت رازعه اللي فيه نصيب صح؟ نعم لما بعملها بالليل الصبح بتضربه؟ أه بالليل بعملها والصبحيات بكوم وبجسل لا لا أنا بسعلك لما بعملها بالصبح بتضربه يعني بتوبخو بتضربه لا 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 بتضربوش ولا بكل ايوه ايوه هذا هو الصحيح شكرا لاتصالك نعمان نجاوب على سؤال نعمان بعدين انا برجع لصديقنا محمود من السمو يعني سؤال عادي جدا في العمر التسع سنوات عنده تبول ليلة لا ارادة مفروض انه ينعمل ينعمل ينشغل عليه فحص بول جراعات بول وظائف كيلية التراساوند للكيلية نتأكد انه ما فيه خلل في الجهاز البولي هذا واحد اتنين يتأكد انه ما فيه اعراض التهاب في مجرى البول هذا اتنين رقم ثلاثة اذا استثنيت كل هذه الاجراءات وما وجدش سبب يحب هذا يراجع طبيبه الخاص هناك فيه تدخل علاجي لكن احنا ما منحبذش فيه كدرجة اولى نعم ام صالح ست سنوات بس خلينا ناخد بس بعد اذنك كمان اتصال زهور من رمال الله مساء الخير يا زهور يعطيكم العافية الله يعافيك يا رب بتأسأل الدكتور بعد اذنك تفضلي عندي انا بنت عمرها سنتين وتسع شهوة او عفونا تلت شهوة دايما بتشكي من انه فيه وجع دايما تحكي انه ماما واوة بتأشرلي مكان بتبول بس انا هاي بنت لسا تتحفظ مش عارفة كيف انا ننطفها ومش عارفة كدي اخذ لها عينة بول عشان اعرف اذا عند البنت التهابات اولا سؤال مهم جدا يا زهور طبعا بكون عندها احمرار احمرار فيه حكي بصاحبه حكي وما اولا اتخذ بالمحارم المعثرة كمان نعم بصاحبه حكي بقول لا 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 ما في حكي ما بلاحظي شكرا لاتصالك يا زهور ياسر من بيرنبالة مساء الخير الله يعافيك دكتور انا كابل سنة كنت اباور كثير حوالي 14 اربعة عشر مرة بكم في الليل مهم قلت على دكتور الخصائي نعم اخويت زورت يقول لي عندك بروستات تتبقم في بروستات مهم ولحد اللي اعني بقول الدواء بس مش يعني مش متاشا كثير يعني بكون في الليل وانا بحكي كل نص ساعة يعني نعم شكرا لاتصالك يا أستاذ ياسر وحب اذكر كل المشاهدين بانه موضوع حلقتنا لليوم والتهابات البول عند الاطفال وضيفنا اليوم والدكتور هشام ابو حجلي اخصائي طب الاطفال محمد بن رمالله مساء الخير مساء الخير يا دكتور يسعد مساك انا بدي اصرف سؤال بس بعيد شوية لو سمعت يعني تفضل بس ان شاء الله يكون حول الاطفال نعم بس ان شاء الله يكون حول الاطفال هو لا طفل هو عمر سنتين ونوز نعم صراحة عنده في شوية صعوبة في الكلام يعني بابا وماما بس فريد يعرف اذا في مجال شو سبب تأخر النطق من الاطفال صعوبة في النطق وتأخر في الكلام بقول بابا وماما اه بقول بابا وماما حكى حكى ماما وبابا ولا بابا وماما ولا استفقد حكيتها يعني لا اصدري مين اول يعني ولا حكى بابا اول شيء بس بلاش عاد لا لا يا سيدي ان شاء الله راح نجاوبك على سؤالك وهذا راح يكون في حلقة مخصوصة حول هذا الموضوع تأخر نطق عند الأطفال ولكن أكيد دكتور هشام راح يجاوبنا على سؤالك وشكراً لاتصالك ام صالح كانت تسأل بالنسبة للبنت العمرها ثلاث سنوات دكتور هشام وعندها سخونة ووجع ببطن وبول متقطع والدكتور دون أي فحص أو إشي قال أنه في عندها تضيغ في فتحة البوت نا استبعد ذلك تماماً لا يوجد مثل هيك مصطلح الطفل عمرها ست سنوات نعم ثلاث سنوات حتى ست سنوات مصالح ست سنوات يعني ما في هيك مصطلح تضيغ في مجرى البول على عمر ست سنوات لو كان كان من البداية موجود عندها بول متقطع وفي عندها ارتفاع بدرجة الحرارة ارتفاع بدرجة الحرارة يوجد عراض التهاب بكتيري وبتبكي لما تبول يعني الحالي قرأ حالها حالي عادية جداً هلأ تم استخدام مرهم خارجي تفادياً أو مساعدي بحل الموضوع لكن هذا غير سليم شو لازم تعمل؟ تحتاج بالتساوي إلى فحص بول وزراعة بول ووظائف الكيلية وصورة الترساند وبالتالي يا أم صالح بطريقة هاي بتم التشخيص وبطريقة هاي بتم إعطاء العلاج قصة إنه فيه الدكتور إيشان بقول لكم بقول لكل المشاهدين قصة إنه فيه تضيق هذا يعني مش خريب كتير طبياً قد يكون زميننا اجتهد ولكن فحص البول هو أساس للتشخيص في حالي متليك مع المزرعة والصورة من نسبة لنعمان الميثالون كان سألنا بخصوص طفل عمره 9 سنوات وبتيالي إحنا جوابناه على الموضوع هذا الظهور تحكي عن بنات عمرها سنتين وثلاث شهور وتعاني بدلها تقولها واوا من تحت آه أوكي جيداً وتقولك كيف بدي أخد يعني كيف بدي أعمل عينة البول نعم هاي الطفلة عمرها سنتين وثلاث شهور تعاني من إحمرار في وألم وألم عند التبول إما يعني قد تكون أحد الاثنين معاً أو واحد بمعنى واحد نعم فيه مصطلع اسمه فولفوفاجينايتس التهاب في الغشاء المهمل الخارجي نعم بيعمل حكي وبيعمل إفرازات خارجية فالمريض عند التبول قد يبكي من الوجع نعم يحبذ أن تعمل فحص بول وزراعة هل هي سؤالها هنا هلأ كيف يتأخذ عينة البول لطفلة عمره سنتين وثلاث شهور نعم الطريقة المثلة هي عملية التنظيف والتعقيم ثم تذهب إلى المختبر تأخذ كيس فيه كيس مخصوص في المختبر نعم مخصوص يوضع بشكل سليم وعلمي ودقيق ويثبت وبتركه في المنطقة الخارجية ويترك نعم عند التبول عند يعني لما تلاحظت تغيير وتعبت الكيس أو صار في بول في الكيس بتحطه في العلب الخاص به وتبطي على المختبر خلال فترة لا تزيد عن نصف ساعة زهور موضوع ولكل المشاهدين أنا بعرف قديش هذا سؤال مهم وأغلب الأهالي بعانوا من هذه المشكلة بالنسبة لبنتك بحاجة لفحصات ومن ضمنها فحص البول اللي أنت متحيرك كيف تعمليه مرة تانية لكل المشاهدين والمشاهدات فحص البول عند الأطفال شوية بيغلب لأنه الطفل ما راح يقدر يقول لك أو يقول لك أنه أنا بدي أعمل بول فبالتالي لو توجهته إلى أي مختبر راح يعطيكم عبارة عن كيس وعلبة الكيس هذا مخصوص للموضوع ومزود بطريقة معينة للتثبيت في البيت بتم تنظيف المنطقة المجرى البول عند الطفل أو الطفلة ويثبت على فكرة هذا للأطفال سواء أولاد أو بنات يعني وبتثبت هذا الكيس بإطار خارجي راح يقول لكوا تعالى المختبر كيف بمجرد مال ببول الطفل بناخد الكيس وبنحطه في العلبة الأساسية وبنبعته على المختبر بس بنفعش نخليه لتاني يوم الصبح عشان بيخرب العينة وما بتعطيناهش نتيجة سليمية راح نكمل إجابة أخونا ياسر وأخونا محمد بس ناخد بس ناخد أم محمد من رمالة ألوء مساء الخير وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله يعطيك العافية الله يعافيكي بقى ترحكم على دكتور هشام طبعا معاك يا دكتور هشام يعطيك العافية دكتور هشام على مساء الخير مساء النور دكتور أنا عمر ابني ست شهور نعم قبل فترة سخن أخذتوا بالليل ساعة امتين عمستش فرام الله سحاولوا هم معينا بول لو بحكي لي أنه أنا أول طفل إلي نعم بحكي له أنه ابنك مظهر تهور ملاكي ولازم تعرضيه على دكتور مسالك بولية فما بعرف بتحب تفيدني دكتور إذا سمحت أكيد راح نجاوبك على سؤالك وشكرا الله اتصالك شكراً أهلي معاك سلامي كان أستاذ ياسر بحكي بخصوص أنا بس بدي أجاوب الأستاذ ياسر بشكل سريع وأخونا محمود من السموع اللي كانوا التنين سألوا بخصوص أول إشحنا حلقتنا للأطفال ولكن بشكل سريع بقول في حالة أخونا ياسر تكرار البول لمدة 12-13 مرة يفضل أنك تعمل كمان فحص السكر ويجب مراجعة الطبيب المسالك البولية بس عند الأطفال وبالنسبة للموضوع نفسه لأخونا محمود اللي متبرع بكلية يجب مراجعة طبيبك مرة تانية محمود كان يسأل بخصوص صعوبة النطق عند الأطفال بشكل سريع دكتور بشكل سريع سنتين ونص لا يوجد تأخر على عمر سنتين ونص عادة يجب أن يمر أكثر من 36 شهر لكن على الأغلب قد يكون تاريخ عائلة موجة بمعنى أحد الأخوة أو الأخوات أو الأقارب من الدرجة الأولى كان عنده تأخر في العمر هذا أنه في تأخر بالنطق لا يوجد على عمر سنتين ونص فبتستعجل يا محمد بكر رح يحكي ابنك إن شاء الله ورح يزهقك حكي أم محمد طبعاً إحنا بنقول برضو إذا استمرت الحالة يعني تأخر النطق أو صعوبة إذا تأخر أكثر من أربع سنين يحبب مراجعة طبيب اختصاصي عصاب أطفال عصاب أطفال أم محمد كان تسألنا بخصوص اللي هو طفل عمر ستشهور وأحكولها أنه عنده اللي هو الطهور الملائكي ما المشكلة في ذلك؟ هل بحاجة لأي شيء؟ طهور الملائكي بيعتمد بمعنى إذا كان يوجد فتحة للبول واحدة أم فتحتين أنا ما ذكرت إذا كان يوجد فتحة وأكثر من 70% لطهور ملائكي مكتمل عادي جداً ولا يحبب لكن إذا كان يوجد فتحتين للبول إما من الأعلى أو من الأسفل وعدم اكتمال الطهور فعلاً يحبب مراجعة دكتور اختصاصي جراحة أطفال يعني في الحالتين أنا بفضل لأنه أنت ما وضحتي وأنت ما رح تقدر تعرفي إحنا بنفضل طبياً أنه في حالة متليك مراجعة أطباء جراحة الأطفال وليس المسالك البولية لأن الأطفال لهم جراحين مخصوصين بشتغلوا الشغل هذا ورح يقدر يقول لك شو النوع شو الحجم شو الحلول المطروحة أمام موضوع مثل هيك دكتور ريشان معيد كمان سؤال من صديقنا معاذ اللي بشكرنا واللي بتمنى مننا أنه إحنا نقرأ سؤاله عنده طفل عمره خمس شهور من يومين ما أخرجوا عنده إمساك ورائحة الريح كريهة جداً ورضاعة طبيعية وما فيش مشكلة عنده في موضوع البول حالة عادية جداً يومين لا يعتبر إمساك الإمساك يجب أن يمر عليها أكثر من أربعة لخمس أيام بدام وضع الطفل سليم ورضاعة ونشاطه العام ووضعه لا تسمى إمساك ممكن وضع تحميلة جليسيرين إذا كان الطفل مضايك أو لاحظنا أنه في عنده أعراض توحي أنه انتفاخ في البطن أو ما تدايك أو رافض الرضاعة لكن لا تعتبر حالي من الإمساك دكتور السؤال اللي بتطرح نفسه برضو دكتور يعني عملية تشخيص يعني هذا هي الموضوع واللي كان بجوز أختنا زهور حكت في الموضوع عملية تشخيص التهاب البول بحاجة إلى فحص بول هذا الشيء طبيعي جداً المشكلة لدينا إحنا هون في الموضوع أنه عملية جمع البول كيف الطريقة السليمة وشو الوقت المناسب أو شو الوقت الأفضل لإجراء هذا الفحص عملية أخذ عينة البول عند الأطفال سواء بالذات نركز بالذات على الإناث على البنات لأنها فيها صعوبة بمعنى ويعتمد على الفئة العمرية نحن هنا لا نطبقها بالكامل نظراً لرفض الأهل لمبدأها وهي تتكون كالتالي من عمر صفر لست شهور الطريقة الأمثل هي أخذ عينة من المثانة مباشرة عن طريق خذ إبري بتفوت على المثانة وبتأخذ فحص بول وزراعة بول نعم مظيفة وسليمة هذا عند الأطفال عند الأطفال من صفر لست شهور نعم لكنها غير محبة ذامة عند الأهل ومرفوضة مبدأاً الخطوة الثانية اللي ممكن نمشي فيها هي عملية الكيس تثبيت الكيس سواء كان عند الإناث أو عند الذكور نعم وأخذ عينة البول لا يعتمد على الوقت الوقت قد يكون يساعدنا في الأطفال الكبار بالعمر بمعنى 8، 9، 10، 11، 12 سنة نحب أن نأخذ العينة صباحاً ونسميها وسط البول يعني أول عينة بكبهة المريض ووسط البول بحط في علبة تجميع البول نأخذ منها الزراعة نعم معنات صالم نديم من رمال الله مساء الخير على السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك بالدكتور؟ الله يخليك يا رب شو أخبارك والله يبنيك تكون دائماً بخير الله يخليك تفضل لو سمحتنا في عندي طفلي أمر 6 شهور نعم يعني هو الرابع عندي مهم فأخذته أول مولدته حقول إنه في عنده انعوجاج يعني في العضو مهم وأنه عنده تقريباً يعني احتمال إنه في طهور ملائكي يعني مهم هم حقولك إنه احتمال ولا قالوا لك إنه في لا، هم قال إنه كان بده يصير في عنده طهور ملائكي يعني بس مش صار يعني بس إنه كان عنده انعوجة شوي يعني حمامته نعم فبدي عملية فبدي أسه للدكتور يعني نعم بتحب تسأله أي سؤال دكتور؟ عمره كام الطفل؟ 6 شهور 6 شهور عمره وين ولد لو سمحته؟ في الهلال استشفى الهلال يعني شافوا طبيب الأطفال هاي السؤال؟ آه شافوا شافوا طبيب الأطفال أنا صرت ناخده على طبيبان عشان يعني إنه يكدولي على الموضوع يعني نعم أنا في عندي نصيحة سريعة شكراً لاتصالك وألف سلامي طبعاً والدكتور يشام راح يجاوبك على الموضوع ولكل المشاهدين اللي ممكن يكون عندهم حالات مشابهة نصيحة سريعة لأم الطفل يحبّد مراجعة الطبيب جراحة الأطفال مرة ونهائياً نعم بسكر لك الملف كاملة يعني بمعنى مرة تانية بنرجع لموضوع الطهور الملائكي وموضوع بعض الخلل اللي ممكن يكون زي ما تفضلت وقلت في الحمامي دائماً وأبداً هذا الموضوع من اختصاص جراحي الأطفال هم اللي بقدروا لأنه زي ما حكى الدكتور يشام فيه أكتر من نوع فيه أكتر من نسبي فبالتالي اللي بقدر ينهيلك القصة بدلما أنت تروح على أكتر من طبيب هو طبيب جراحة الأطفال اللي بقدر يحللك كل الموضوع هذا وقال في سلامة طبعاً دكتور يشام قديش مفيد إنا إحنا لأنه إحنا وقتنا بسرعة بمر وهي يقولولي على الهواء أربع دقائق معنا فبالتالي بشكل سريع بدي بس منك تقولي قديش مفيد زراعة البول عند الأطفال قديش هي مهمة وقديش هي مفيدة؟ من المهم جداً بدون يوجد أعراض وإحنا غالباً شكنا أنه فيه التهاب في مجرى البول الخطوة رقم واحد فحص بول وزراعة البول نعم بدون زراعة بول لا لا يوجد هناك تشخيص سليم شو بتفيدنا دكتور؟ بمعنى فحص بول سليم لا يغني عن التهاب مجرى البول نعم فحص بول سليم لا يغني عن وجود التهاب مجرى البول مدام يوجد هناك أعراض فالزراعة رقم واحد وجبت مهمة جداً لتشخيص الحالي لمعرفة نوع البكتيريا ولنعرفة مضاد الحيوي الذي ممكن يقتل هذه البكتيريا ولأعطاء المدة الزمنية للمريض اللي هي فترة العلاج اللازمي نعم دكتور هشام العلاج برضو بشكل سريع كيف ممكن إحنا نلخص موضوع العلاج في موضوع التهابات مجرى البول؟ العلاج يعتمد على نتائج زراعة مخبرية للبول والبكتيريا الموجودة نعم مدة العلاج التهاب مسالك البولية من 7 إلى 10 أيام وعلى ماذا يعتمد يعني من 7؟ ليش يعني من 7 إلى 10؟ عادة عادة أقل من 7 أيام ما بتقتل البكتيريا كاملة نعم فجزئياً بتحسن المريض جزئياً برد يصير لها تنشيط بعد 7 أو 3 فالأهل بيرجع بقولك على جناس شهر الماضي الالتهاب مجرى البول ورد رجع فالمدة العلاجية الزمنية الموصى بها عالمياً لا تقل عن 10 أيام متى بنقد بنقول أنه الطفل هذا عنده أو يعاني من التهاب مزمن في مجرى البول؟ شو الكريتيريا؟ شو المعطيات؟ التهاب مزمن كرونيك يو تي آي يعتمد على الريكرانسي التكرار نعم التكرار كل شهرين إلى ثلاث مرة أكثر من خمس مرات بيريير خلال العام بالسنة أكثر من خمس مرات؟ بالسنة أكثر من خمس مرات اتنين اتنين عدم استكمال العمل الطبي اللي هو فحص وظائف الكيلية والألترا ساوند وعالأغلب قد يحتاج إلى صورة ملونة لنتأكد موجود عدم موجود ارتداد البول على الكيلية نعم كتور هشام يعني قبل ما نختم حلقتنا لليوم نصائح لكل الأهل بخصوص موضوع حلقتنا ولتفادي حدوث التهابات مجرى البول بداية عدم الاستهانة بالتهاب مجرى البول عند الأطفال كون عدم علاجه يؤدي إلى مشاكل وقد تؤدي إلى فشل كلوي مستقبلا لا سمح الله الأهم في الموضوع مراجعة الطبيب عند وجود ارتفاع حرارة أكثر من 48 ساعة غير واضحة المعالم نعم الالتزام بالتعليمات الطبية بعمل فحص مخبري زراعة للبول الالتزام بالمدة الزمنية للعلاج نعم متابعة الحالة المرضية بانتظام شرب سوائل بكمية كافية عند الأطفال عامل النظافة مهم جدا للذكور والإناث نعم في نقطة مهمة لأطفال المدارس هو عدم استعمال الحمام بكثرة خلال وجوده بالمدرسة عدم حشر الطفل يعني لنفسه وعدم ذهابه إلى الحمام دكتور هشام في نهاية حلقتنا اليوم بنشكرك لو وجودك معنا وإن شاء الله يكون بيننا حلقات أخرى نتطرق فيها إلى مواضيع بتوعنا بصحة أطفالنا وشكرا مرة تانية نعطيك العافية نعطيك العافية شكرا لجميع قبل مختم حلقتنا اليوم مرة تاني بحكي لأخونا محمود من السموع وياسر وصديقنا سمير برضو اللي بعانه كله من مشاكل في مجرى البول أنتوا بحاجة لمراجعة أطباء مسالك بولية للكبار مش للصغار في نهاية حلقة اليوم أنا الدكتور أشرف وطاقم العمل معي أشكركم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة